وبعدين برضو نروح بقى لفكرة تاريخ البطولة دي والنادي الاهلي وزي ما قلت لما تيجي تتكلم عن الاهلي المصري في كأس عامل عنده يقول المصري الحصري النادي الاهلي بس مش في مصر في أفراقيا هو الأكثر مشاركات لو استعرضنا أكثر الفرق الأفراقية مشاركات في بطولة كأس عامل عنده هتلاقي النادي الاهلي سبع بطولات أو سبع مشاركات يلي الترجي ومازنبي اللي اتنين شاركوا ثلاث مرات فقط لغير الرجاء شارك مرتين والنجم وفاق الصيف وسانداونز والوداد كل منهم شارك مرة واحدة كمان عندنا أكثر خمس لعبين خاضوا مباريات مع النادي الاهلي لا ده أكثر من خمس لعبين أكثر اللعبين مشاركة في البطولة محمد أبو تريكا والجمعة حسين معشور 11 مباراة كابتن عماد متعب 9 مباريات شادي محمد وأحمد فتحي 7 مباريات وكابتن محمد بركات وامادو فلافيو 6 مباريات والهدفين بنتكلم عن هدفين الآلف البطولة كابتن محمد أبو تريكا خمس أهداف للعلم كابتن محمد أبو تريكا الوحيد اللي سجل هدفين في كأس العالم للأنديا من ضربات سبتة الضربات السبتة بنفتقدها بشكل كبير جدا كل اللعبين اللي شاركوا في بطولة كأس العالم للأنديا على مدارة التاريخ ما حدش منه مسجل هدفين عندنا أماد وفلافيو أربع هدف وعماد متعب هدفين عندنا كمان الجوائز بتاعة كأس العالم للأنديا بالأرقام 5 مليون دولار للمركز الأول 4 مليون دولار للمركز الثاني 2.5 مليون دولار للمركز الثالث 2 مليون دولار للمركز الرابع ومليون ونص دولار للمركز الخامس ومليون دولار للمركز السادس والمركز الأخير نص مليون دولار بالتأكيد دي كانت أرقام عن بطولة كأس العالم للأنديا والمشاركة الحالية